السلام عليكم بالنسبة للمقطع الاخير اللي هو تعالوا رافا اول حاجة قرينها هي التركيب الخصية وتركيب المبيع لانه الجهاز التناسولي الذكري يتكون من مناسل اللي هي الخصياتين وعندنا القنوات الناقلة للنطاف هاها قناة الناقلة للنطاف اذا بالنسبة لتركيب الخصية من مش تتكون تتكون من فصوص هذا ما تشوفو فيهم الاقواس هادي وحوالي 200-300 فاص وكل فاص راو فيه انابيب كما راكم تشوفو راس منهم بالخط الاحمر هنا نسميوها انابيب منوية هذا الانبيب المنوية كل فص عفوا راه يتكون تقريبا من اربع انابيب منوية يتلموا كل في المنطقة هادي لنسميوها البربخ ومن بعدك يخرجوا في قناة واحدة اسمها القناة الناقلة للنطاف هذا بالنسبة لتركيب المبيع الانبوب المنوية يا جماعة اللي هي احد الخيوط هادي لتميتك تتكون النطاف وبالضبط في كما نقوله الخلايا الاصلية هاو هنا اعطاك مثلا كيف ما شوفو مليح اعطاك هنا هاو اخرج لك زحمة انبوب منوية لهنا بش تشوف النطفة وين نلقاوها نلقاوها في البلاصة دي ايا لي في النص شتاها هادي البلاصة هنا لي في النص وهديك البلاصة هي اللي خاصة كم نقوله اسمها لمعة الانبوب المنوي لمعة الانبوب المنوي تفاهمين وهي النطفة هادي بش تشكل في الاخر وتولي بالشكل هذا رايت تكون هنا في الحاشية هادي يعني في الخلايا الاصلية للانبوب المنوي وتبدأ تنقسم تنقسم حتى في الاخر تتميز وتعطينا الشكل هذا النهائي تعال النطفة اللي هو الرأس وجسم متوسط والصوت اللي هو الخيط هذا والرأس اكيد نلقاو فيه النواة اللي مديرينها هنا باللون الاصفر اذا هذا بالنسبة لي التركيب الخاصية اما بالنسبة لي اه هادي ما نحكيوش علها نروحوا ديركت الهنا للمبيض تركيب المبيض كما راكم تشوفو كان فيه اكياس الاكياس هادي نسميوها بجورايبات الجورايبات هادي هي اللي نلقاو فيها كما نقوله الخلايا التناسولية الانثوية اللي هي البويضات اه الخلايا التناسولية الذكارية ولا الامشج الذكارية هي النطاف والخلايا التناسولية الانثوية ولا الامشج الانثوية هي البويضات اذا كل جورايب يحتوي على خلايا اه تناسولية انثوية اللي هي البويضات كل من يكتمل نمو اه بويضها كما تشوفو فاهل هنا كل منها شوفوا كيف تكون صغير اخلاق من بعد في القشرة على المبيض اكيد كيف كيف تبدأ تنمو هذا الخلايا تنمو تنمو حتى يكتمل نموها اهنا كي تكتمل نمو يقوم المبيض بتحرير البويضة والعملية هذه والظاهرة هذه نسميها الاباضة هادية هاكم تشوفوا في البويضة كيف خرشت هادي هي بالنسبة لي التركيب المبيض والخصية اذا الخصية نعودها لكم الخصية تتكون من القشرة الخارجية تحها وعدة فصوص تقريب 200 الى 300 فص كل فص يحتوي على اه حوالي اربع انبيب منوية تجتمع كلها في منطقة اسمها البربخ وتنتهي بقناة اسمها القناة النقلة للنطاف بالنسبة لي الخلايا التناسولية الذكارية او الامشاج الذكاري الامشاج عفون ذكارية اللي هي النطاف تتكون ولا تنشأ في الخلايا الاصلية للانبوب المنوي وبعد عدة انقسامات تتحول في النهاية او تتميز الى نطاف بالغة جاهزة اللي تلقيح البويضة هذا بالنسبة للخصية بالنسبة للمبيض كما راكم تشوفوا فيه المبيض يتكون من قشرة المبيض وعندنا اللب هذا اللي يجيب الغاز كلير هذا نقولوله اللي هي عبارة عن نسيج ضام من الخلايا تتخلى له اوعية دموية وعندنا ايضا الجريبات هادما لتحتوي على الخلايا التناسولية الانثاوية اللي هي البويضات وعند اكتمال النمو تعل البويضات اكيد بعد عدة انقسامات كما كما نتفابع هنا راح تحدث ظاهرة الابضة وهي تحرير المبيض للبويضة بالنسبة لهذه الاشكال اللي هنا نسميها الاجسام الصفراء فقط هاته